السلام عليكم كيف حالكم اصدقائي متعبين قناة فيوتر كوين يوم مهم جدا لعشاق عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا من فترة اعلنت منصة بايننس ان يوم 13 راح يكون يوم مخصص لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك لرسوم التداول اخر 10 ايام طبعا بهذا الفيديو مهمتنا ان نطلع عدد القطع اللي ممكن تحرقها منصة بايننس طبعا اذا اول مرة بتشوفني انا عفضلش حادم ودير قناة فيوتر كوين وقناة بيتسي وور للعالم البتكوين بدعوك لاتشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على زر اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسى انضم لغاتنا على تليجرام الرابط سيكون اسفل الفيديو حتى تعرف عدد القطع اللي ممكن تحرقها منصة بايننس غليك معنا لنهاية الفيديو لبعد الانترو طبعا اصدقائي في يوم ستة وعشرين تسعة اعلن منصة بايننس ان يوم ثلاث عشر راح تقوم باول عملية حرق على عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا بعدها راح يتم تفعيل الضريبة اللي هي حرق واحد فاصل اثنين من عشر بالمية لرسوم التداول سبوت وفيوتر طبعا قليلا نشرح شوية نقاط اولا عملية الحرق اللي راح تصير غدا هي عن تداول سبوت وفيوتر joando. النقطة الثانية اصدقائي....رسوم الحرق فLSNO 1.2 بالمية راح تكون 0.1 بالمية اعني 10 بالمية من الواحد بالمية هذه النقطة ثانية النقطة الثالث لعاملية الحرق راح تكون يوم قد طبعا الثاقاء العملية الحسابية اللي راح اعمله قابلة للصواب وقابلة للخطاء طبعا ما احدا عارف هاي البيانات إلا شركة بايننس لك راح احاول تطلع عدد القطع بالنسبة تقديرية قابلة للصواب وقابلة للخطاء اولا اصدقائي بنتقل على كوين ماركت كوب طبعا الفوليوم اليومي على عملة تيرا لونكلاسيك هو 1 مليار دولار لكن 1 مليار دولار اصدقائي هو الفوليوم على جميع المنصات انا بهمني اعرف شد الفوليوم على منصة بايدنس فقط ومقابل عملة اليو ازتي لان الحرق رح يكون مقابل عملة اليو ازتي فقط طبعا الفوليوم هو 132 مليون دولار خلينا نفتح الالي حاسبة مع بعض اولا اصدقائي بفتح الالي حاسبة وبكتب 132 مليون دولار ضرب 0.1 بالمية طبعا بضغط على اي وساوي تطلع لي 132 الف دولار 132 الف دولار هي الضريبة الخاصة بالفوليوم اليومي الخاص فينا يعني اليوم اليوم فقط اخر 24 ساعة عندي ضريبة بقيمة 132 الف دولار طبعا اذا نضرب هاي النسبة بعشرة اللي هي اخر عشرة ايام بطلع لي تقريبا مليون و 320 الف دولار هاي الضريبة التقديرية اللي اخذتها منصة بايننس من تداول السبوت على منصة بايننس بعملة تيرا لونا كلاسيك هاي الضريبة التقديرية طبعا اذا نضرب المليون و 320 الف دولار في 3000 ليش 3000 دولار الواحد بيساوي 3000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك انا بدي اعرف المليون و 320 الف دولار شد بيساوي قطعة بضغط على يساوي طبعا بتساوي تقريبا 3 مليار او تقريبا نقول 4 مليار قطعة للحرق 4 مليار قطعة هي ضريبة التداول اخر 10 ايام لكن سبوت فقط سبوت فقط رح نحرق تقريبا 4 مليار قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك هاي تداول سبوت فقط لسا عندي تداول المارجن طبعا صعب جدا ان يطلع رسوم التداول للمارجن لان ما في عندي فيوتر او ما في عندي بيانات على منصة بايننس لتداول الفيوتر اذا بدخل على الفيوتر ما بتطلع لمنصة بايننس طبعا اذا بدخل على جميع الخيارات ما بلاقي منصة بايننس نهائيا لهيك انا ما بقدر طلع حاليا إلا تداول سبوت طبعا تقديريا ممكن نحرق 10 مليار قطعة غدا طبعا مثل ما قلنا الأرقام مقابلة للصواب وقابلة للخطأ حاليا سبوت رح نحرق 4 مليار قطعة ممكن للفيوتر نحرق 6 مليار قطعة لدي رافعات مالية طبعا عندما نحذف 10 مليار قطعة ممكن نصير 6 مليار قطعة عدد القطعة ليس كبير جدا لكن ممكن يعمل قفز بسعر عملة تيرا لونة كلاسيك ممكن نوصل الى الأربعة ما بهمني عملية الحرق قد ما بهمني الفومو اللي راح يصير على العملة انا بتوقع بيرتفع الفوليوم ويرتفع الفومو وعملية شراء كبيرة راح تصير غدا بسبب عملية الحرق اصدقائي مكنوا وصلنا على الفيديو ومتمنى الفيديو كوننا لعجابك ننسوا بقضاء زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتي يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة دمتم بخير اشتركوا في القناة